اشتركوا في القناة النقطة الثانية أنه يتعامل معها الشخص للحاجة بمعنى أنه إذا احتاج إلى هذا الشيء ولا يستطيع أن يستغني عنها فعندها تكون الحاجة أما إذا كان يستطيع أن يستغني عنها فيبتعد لأن هذا فتح باب إلى الربا وفي تعاون على الربا الحالة الثالثة مثلا أنت كنت من أهل الحاجة مثل أنك من أهل التجارة وتحتاج إلى من يحول لك مال من هنا وهناك ولا تحصل مالك إلا بالحوالات التي عن طريق زين كاش أو فتح ساف البنك فعندها متى نزل المال فسارع مباشرة إلى سحبه وإذا كان هناك كلفة على الأقل في أقرب فرصة عندما يجتمع المال فرغ حسابك ما استطعت منها والأولاد والمفرق والسلام عليكم ورحمة الله